من خلال خطط ومبادرات ترويجية نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات السياحة ودعم القطاع الحيوي والعاملين فيه لتخطي تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على معدلات السياحة حول العالم منذ اللحظة الأولى وضعت الدولة العديدة من الطوابط الاحترازية في الأماكن السياحية والفنادق وأماكن الإقامة فضلا عن الإقراءات الصحية في المطارات وتسهيل إقراء التحاليل للمسافرين إلى جانب الاستعدادات الصحية في المحافظات السياحية المختلفة وفي خط موازن لذلك اتخذت الدولة إقراءات داعمة للقطاع السياحي نفسه من حيث المؤسسات والمستثمرين وأصحاب الأعمال وجزء آخر مرتبط بالعمالة والحفاظ عليها خاصة العمالة غير المنتظمة ومنذ إعادة فتح المجال أمام حركة السياحة الدولية كانت مصر هي الوجهة المفضلة لعدد كبير من الدول والتي أبدت ثقتها في الإقراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة المصرية ونتيجة لذلك أعلنت وزارة السياحة والأثار اختيار موقع TripAdvisor الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم خمسة مقاصد سياحية مصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2021 يأتي ذلك في ضوء توجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة عملا على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا